السلام عليكم ورحمة الله. معكم الليلة في فيديو جديد. اه سوس البيتزا. كيف نجهز السوس للبيتزا في المنزل? وطبعا ممكن هو متوفر جاهز ولكن احنا عوزين نحضره في المنزل. بناخد كمية من الزيت. اي زيت نباتي. ممكن زيت زيتون او اي زيت اخر. والزيت بنضيف عليه بصلة صغيرة مفرومة نعمة. نضيف على الزيت البصلة. ونحركه مع بعض. اه قليلا في الزيت نشويحها. لغاية ما تصل الى هذا الشكل. بضيف عليها ملعقة سقيرة تقريبا تلاتة او اربعة فاص من الثوم المفروم ناعم. وبخلط بالخلاط اربعة او تلاتة حبات من الطماطم. وباصف فيها. بتطلع علي تغريبا اتنين كوب من الطماطم المخلوط المصفة. بضيفها. ولكن الطماطم عندي لونها ما حمراء. لذلك اضيف اتنين ملعقة كبيرة من الصلصة. اذا الطماطم حمراء بنكتفي بملعقة واحدة من الصلصة. احركهم مع بعض ادوبة الصلصة مع الطماطم والخليط. واضيف اتنين ملعقة كبيرة من الكاتشاب والكاتشاب هنا ضروري لانه بيدي لون وبيديها طعم بالنسبة للصوص وبعدك فيه طعم البيت. اذا بكون واضح طعم الكاتشاب. اتنين ملعقة كبيرة من الكاتشاب تقريبا. اضيفهم. واحركهم مع بعض. عندي تشكيلة بتاع التوابل اللي هي ملح وفلفل اسود. وزحتر واريغانو او رحام مجفف. والفلفل الاسود والكوسبرا والبابريكا. انا هنا ما عندي بابريكا ما اضيفتها ولكن اضافتها بتفرج جدا في الطعام. ممكن اضيف البابريكا. يعني حلوة جدا اضافتها للخليط. هنا انا بترك الخليط السوس في النار يتشرب مع بعضه. لانه اضيف تكوبين من الطماطم. ومع التحريك بين الحين والاخر. يعني انا ممكن اغطيه وكل مرة احرك. وفي كل مرة بيدقل القوان. يعني بتركه تقريبا بين عشرة الى خمستاشر تقيقة. بتتشرب السوس مع بعض وبيكون طعمه. زي ما واضح بالنسبة لكم. السوس ده عملناه لانه الفيديو جاي ان شاء الله بازني الله هيكون عن البيتزا. هنعمل نوعين من البيتزا. وهنستخدم السوس ده. واتمنى يعني الناس اللي ما مشتركين في القناة يشتركوا. انا سعيدة بالناس المعاي في القناة. وجودكم بيفرحني جدا جدا وتعليقاتكم. وان شاء الله يعني ربنا يدينا العافية. ونمشي لقدامي ان شاء الله كلنا مع بعض. وفضلا اشتركوا في القناة وادعموها. واللايك مهم. كلوا لايك بيفرحني. وان شاء الله يعني ربنا يزعدكم جميعا. ودمتم بخير وعافية. والى اللغاء في الفيديو الجاي اللي هيكون عن البيتزا باذن الله تعالى. اللي هو السوس كما ذكرت كل ما يبرد السوس يعني بيتقل زيادة قوامه بيتقل اكتر. يعني كل ما يبرد بيصير اضغر القوام بتاعه ولكن السوس جميل ولونه جميل ومميز.